أهلا بكم نصيحة للأمهات المصابات بكورونا خصوصا الأمهات اللي عندهم طفل رضيع طريقة التعامل اختلفت عن أول بنفضل أن الأطفال يبقوا بالبيت طالما الأم هي المفروضة تكون فيهم خصوصا إذا كان عندنا طفل رضيع الكورونا لا ينتقل بالحليب لكن ينتقل من خلال الجهاز التنفسي مشان هيك بننصح الأم إذا بدأت رضع طفلها تكمل رضاعته لكن تأخذ إجراءاتها الوقائية المعتادة اللي هو تعقيم بشكل جيد تعقيم اليدين تعقيم الأسطح وكمان في نفس الوقت أنه تلبس كمامتين بدل كمامة لما تقرب على الطفل لأنه راح تكون مسافة قريبة جدا والكمامة تكون كمامة جراحية العادية اللي بنعرفها مش الكمامة الـ N95 اللي هي بلبسوها الأطبة التعامل مع الأطفال المفروض يكون بالحد الأدنى يعني أنه نحاول نتعامل مع الطفل لما بحاجة مش أنه بدنا نلاعب الطفل بحيث أنه نخفف الاحتكاك إذا الأطفال مش مصابين إذا الأطفال فعليا مصابين الأم تتعامل بشكل طبيعي في البيت حتى لو احتكت معهم لو باستهم شو ما عملت الأمر بكون طبيعي وبالسلامة لكم ولأطفالكم إن شاء الله